الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا سورية بمنظور إسلامي نتناول في هذه الحلقة قضية كثر الكلام حولها ألا وهي التدرج في تطبيق الشريعة فمن قائل إننا يجب علينا أن نتدرج في تطبيقها إلى قائل من الجماعات المتطرفة والمتشددة إنه يجب علينا أن نطبقها دفعة واحدة بغض النظر عن وجود البيئة الملائمة لهذا التطبيق هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع فضيلة الأستاذ عبد الرحمن نموس المتخصص في الفرق الإسلامية عضو رابطة العلماء السوريين أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الرحمن يقول كثير من الباحثين أن الشريعة اكتملت وختمت فكيف نستطيع القول بالتدرج بتطبيق الشريعة في ذماننا هذا حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء ويشافي الجرحاء ويرد المهجرين إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين كما يطيب لي بمناسبة الشهر الكريم أن أقدم التهنئة لأهلنا في سوريا بهذا الشهر الكريم سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يعينهم على الطاعات وأن يخرجوا من هذا الشهر مغفورا لهم بإذن الله سبحانه وتعالى أنقياء كما ولدتهم أمهاتهم إن شاء الله أخي الحبيب بالنسبة لمسألة التدرج فالتدرج هو سنة من سنة الله سبحانه وتعالى الكونية فأصل الدين لما أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم نزل بالتدرج وهذه قضية مشهورة أن كتاب الله سبحانه وتعالى استمر بالنزول من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قبيل وفاته يعني طيلة 23 سنة من دعوته سواء كان في مكة أو في المدينة تنجيم القرآن ونزول الأحكام تترى وراء بعضها متسلسلة زمانيا هذا دليل التدرج وواضح أن العهد المكي كان مليئا بأصل الدين وهو مسائل التوحيد كون أن العرب عندهم مشكلة في هذا الأمر نعم وهي دعوة الأنبياء كلها في الأصل التوحيد في أصلها ثم جاءت بعدها العبادات نلاحظ أن العبادات الصلاة كانت قبل الهجرة بفترة زمنية قصيرة جدا ثم بعدها العبادات الأخرى كانت بعد هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نعم فهذا دليل واضح على التدرج مثلا تحريم الخمر أين نزل في مكة أو في المدينة؟ في المدينة لا شك هذا أيضا يدل على أنه الأمر كان بعد أكثر من 13 عامل على بدء الدعوات فهذا هو الأصل في الدين التدرج طيب السؤال قد يكون طيب الدين جاء بتدرج ليست هذه النقطة الخلاف ولكن الآن الدين مكتمل فهل هناك ما يدعو للتدرج أو لا؟ نقول الآن ابتحاد الناس عن الدين كيف كان؟ هل كان بنفس الصورة؟ نعم هل كان بنفس الصورة؟ بيّن ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً 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 وأولها نقضاً الحكم وأخيرها نقضاً الصلاة هذا الحديث هو سنة كونية بالتدرج بالابتعاد عن الدين فحتى الابتعاد عن الدين لم يكن دفعة واحدة جاءت مسألة بعد مسألة بعد مسألة بعد مسألة بعد مسألة وها نحن اليوم نعاني من هذا نحن اليوم في مجتمعات المجتمعات قد يكون فيها ظاهرة طيبة ومتدينة ولكن للأسف الشديد نحن في سوريا السبب في هذا كثير ما يكون أو جله من الحكومات أبعدتنا عن الدين نعم وبالتالي الآن قامت الثورة وأحد أهم طالب هذه الثورة هو إحياء معالم الدين إحياء معالم الدين كيف تكون الآن نحن في هذه الثورة إحياء معالم الدين كيف تكون؟ هل مجتمعنا مجتمع مسلم أو كافر؟ هل هناك بيئة مناسبة لتطريق الدين؟ المجتمع يعني الذين يقولون مثلا يفصلون في المجتمع المجتمع واضح أنه مجتمع مسلم نعم نحن الآن في ظل الثورة نريد التدرج بالدين قال نحن الآن في ظل الثورة ألا تصدح المساجد بالأذان في الأوقات الخمسة؟ ألا يجتمع الناس في الصلوات؟ ألا تقام صلوات الجمع؟ نحن الآن في ظل الثورة ألا يصام شهر رمضان في سوريا؟ ألا تؤدى زكاة المال؟ فالدين قائم أصلا الدين قائم أصلا نعم ولكن هناك بعض أحكام الدين تحتاج إلى ولي أمر يشرف على تنفيذيه وهو ما ليس موجود مساء للحدود وما يتعلق بها هنا انطلاقا إلى مسألة الحدود نحن الآن في الوسط السوري خاصة بمجرد أن تسمع بكلمة تطبيق الشريعة يتبادر إلى أذهان الناس قطع اليد وقطع الرقاب ومسلم كافر ما تعليقكم على هذه المسألة بالزادة؟ حقيقة هذا اختزال هذا اختزال للأمر وهذه النقطة يستغلها العلمانيون بشكل يعني نعم هذا اختزال مسيء للأمر الدين قائم الدين قائم فيعني لو نتذكر حديث الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يذله على عمل يدخله الجنة فدله الرسول صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يصلي الأوقات الخمس وأن يصوم رمضان وأن يزكي إن كان لديه مالا ويحج ذلك كان عنده باستطاة نعم قال إذا فعلت ذلك أدخل الجنة؟ قال والله لا أزيد على ذلك ولا أمقص الآن هذا الأعرابي تمسك بأركان الدين الخمسة تمام هذه الأركان الخمسة هي قائمة الآن في ثوريا هذه الأركان الخمسة هي قائمة في سوريا فالناس إذا كانوا المساجد تصدح بالأذان والصلوات تقام والجمع تقام والصيام الحمد لله موجود والناس يصومون ومن عنده مال من الناس يزكي ومن استطاع أن يحج فيحج ما هو الناقص؟ ما هو الناقص؟ نعم أنا لا أقول أن الدين تام ولكن المجتمع العام بهذه الصورة عموم المجتمع بهذه الصورة هو مجتمع مسلم ويقوم بالأركان الأساسية للدين هناك بعض القضايا من الشريعة بعض الأحكام من الشريعة التي تحتاج في إقامتها إلى حاكم مسلم نعم الجهاد مثلا الأصل في الجهاد أن يكون تحت راية حاكم مسلم نعم تمام؟ الحدود وليست هي كل الدين هي أجزاء يسيرة من الدين نعم كما ذكرت لك يعني هناك الناس عندهم تخفوف من هذه القضية ولكن الناس وهو تصوير مختزل نعم هذه الحدود لابد أن يكون تطبيقها في ظل حاكم مسلم لأن الحد لا بد أن يصدر من ولي إلى ورد أصلا من محكمة من قضاء نعم والقاضي من أين يملك السلطة وأين تكون شرطة الضبط القضائي التي تمسك المتهم وكذا إذن هنا نحن بحاجة إلى هيكلية الدولة وهيكلية الدولة على رأسها وجود الحاكم المسلم فإذا وجد الحاكم المسلم فلا تعد مسألة تطبيق الشريعة الحاكم المسلم يعني الناس حتى الآن مع وجود الثورة ومع وجود قوانين مختلطة وقوانين الوضعية التي أسستها أسرة الأسد خلال الخمسين سنة الماضية قد يختلط الأمر على بعض الناس ولكن جل الناس يفهم ما هي عقوبة الزاني في الشريعة الإسلامية جل الناس يفهم ما هي عقوبة السارق في الشريعة الإسلامية جل الناس يفهم ما هي عقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية ولكن هذه العقوبات لا يمكن لأي إنسان في الطريق أن يأتي ويطبقها لا يمكن لفصيل من الفصائل المجاهدة أن يأتي ويطبقها وهذا ما نعاني منه اليوم للأسف في بعض المناطق ليس في كلها مسألت أن الجماعة تقول سنطبق الشريعة ونقطع ونقيم الحد وما إلى ذلك لا في الحقيقة أن تفرض هذا فصيل من الفصائل فهذا لا ينبغي لأن هذا لابد أن يكون لحاكم المسلم المتفق عليه أما في بعض المناطق المحررة لو أنه بالتشاور بين أهل تلك المناطق والكتائب المجاهدة مجتمعة التي تتواجد بهذه المنطقة تشكل محاكمة شرعية يكون فيها قضاة مدربون مؤهلون ليس لحد رسبك سنوية شرعية سميناه قاضي يكون فيها قضاة مدربون مؤهلون فلا بأس بالتطبيق بقدر الاستطاعة مثلا أن يكون هناك تطبيق في مسائل الحقوق في مسائل الحقوق المدنية مثلا في بعض مسائل الأموال كذا 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 لكن الضابط الذي ذكرته يعني أن يكون هناك قضاة يعني عندهم خبرة وعندهم علم لا يابد أن يكون الوحدة باتفاق لا يكون بالإجبار بالاتفاق يعني أهالي تلك المناطق المحررة فيهم وجهاء فيهم شيوخ فيهم كذا يتفقون مع قادة الفصائل أن يكون هناك اتفاق عام ما تكون كل فصيلة لوحدها تشكل محكمة وتقول محكمتي أعترف بها ومحكمة الأخيرة التي أعترف بها أن يتفقوا على أشخاص مؤهلين أن يتفقوا على هذه عمد الرأس في الموضوع أن يتفقوا على أشخاص يكون هؤلاء الأشخاص مؤهلون نعم لا يبقى الأمر خاصا بثئتين دون أخرى حتى لا يتم التلاعب في المسائل كما كان يحصل على زمن الأسد يعني قاضي محسوب على جماعة قاضي محسوب على جماعة حتى أحيانا في بعض الثورة في بعض الجهات لا نريد أن نسمي الذين أصدروا بعض الأحكام وأحكام جاءت أدت إلى الاستهانة بدماء كثير من المسلمين نعم فلهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم رئي مسلم فدماء المسلمين ليست مسألة صغيرة كبيرة عند الله سبحانه عظيمة تخيل تخيل أنت الصورة لهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من سفك دم رئي مسلم على عظمة دم المرء المسلم المعصوم الأصل في الدم المسلم أنه المسلم معصوم الدم نعم فكيف نتهاون والتهاون بمسألة إنشاء المحاكم هو تهاون في الدماء لأنه نتيجة سؤدي إلى التهاون بالدماء فلذلك أنا أقول أنه مع عدم وجود الحاكم المسلم إذا صارت المسألة اتفاقية ولكن بشروطها وبأهليتها فلبس في هذا والله سبحانه وتعالى هنا يستدل كثير من القائلين بفكر التدرج في تطبيق الشريعة بقصة النجاشة أنه لم يطبق الشريعة على النصارى في بلده لأنهم ليسوا مسلمين فما رأيكم بهذا الكلام؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الفاصل نعود الكلام عن استدلال بعض الناس القائلين بالتدرج في تطبيق الشريعة بفعل النجاشة بأنه لم يطبق الشريعة كاملة على أهل الحبشة لأنهم لم يكونوا مسلمين ما رأيكم بهذا الكلام؟ هياكم الله حقيقة الاستدلال في مسألة النجاشة لا تصح نعم عموم أهل الحبشة كانوا من النصارى وجاءت الآثار تدل على أن النجاشة بشخصه أسلم ولكن إسلام النجاشة كان بالجملة يعني شاهد لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولكن ما هو الدليل على أن الأحكام الفرعية كاملة وصلت إلى النجاشة؟ نحن نعرف أن صلة المسلمين بالنجاشة كانت بالهجرة إلى الحبشة ولما عاد المسلمون من الحبشة ما أقول انقطعت ولكن ما يوجد ما يدل من الآثار على استمرار التواصل ووصول فرعيات الشريعة إلى النجاشة النجاشة بالجملة من حيث التوحيد ثبت له التوحيد وأنه كان مواحدا وأنه لم يكن يؤمن بعقيدة التفليث التي كان يؤمن بها النصارى ولكن من حيث فرعيات الشريعة هذا ما ثبت ثانيا لنفرض أنه ثبت فالذي يطبق بشأن النجاشي هو مسألة الأقترار لأن النجاشي كحاكم ليس هو حاكما فردا ليس حاكما بأمره إنما كان هناك مجلس من الكهنة ومجلس من الأعضاء اللهوت وكذا وكذا وكان لهم سيطرة وهذا نلمس آثاره في الحوار الذي دار بين جعفر وبين من جاء ينقص على المسلمين أمام النجاشي ومن حوله من الكهنة الذين كانوا يمطعضون من كلام جعفر وميالين إلى كلام قريش فإذا في وجود صراع قوة مع وجود صراع القوة هذا لا يمكن أن يقال أن النجاشي كان متساهلا ولم يطبق وكما ذكرت سابقا أن النجاشي ما هو الدليل أنه وصلته فروع الشريعة ولم يطبقها وبالتالي إذا انتفت هتان المسألتان فينتفي الاستدلال في مسألة النجاشي في الشريعة نعم هنا ننتقل إلى الخبر الذي ورد عن سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما قال لا خير في خير لا يأتي إلا بالسيف هل لن نعتبر أنه كان هذا منهج السلف الصالح من الخلفاء الراشدين لا شك أنه مع بيان العبارة لأنه لا خير في خير لا يأتي إلا بالسيف قد يفهم البعض بمفهوم المخالفة أنه لا خير في الخير الذي يأتي بالسيف نعم وليس هذا الفهم بحسب اعتقادي هو الفهم الدقيق للمسألة الفهم الدقيق للمسألة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه يتكلم عن الحكمة أن كثير من الخير أنت لا تحتاج أصلا إلى السيف فلا تجعل السيف هو الوسيلة الأولى للحصول على الخير أن لا تكون البادية باستخدام السيف القوة نعم وهو في هذا يرد على ولده باعتبار أن ولده كان من الشباب وكان متحمس وكان يريد القضاء على بعض البدع التي ظهرت في الدولة الأموية بشكل سريع بشكل سريع وبقوة السلاح بينما كان الأب صاحب حكمة ويرى أنه بإمكانه أن يصلح الوضع ويقضي على هذه البدع بغير السيف لأن السيف قد يترك أثار سلبية السيف يلجأ له والسيف قد يكون وسيلة ناجعة ولكن قد يكون خيارا متأخرا خصوصي بين المسلمين أصحاب البدع وليس بين الكفار ونحن عندما نتكلم عن قصة عمار بن عبد العزيز نحن نتكلم عن بدع أحدثات في الدولة الإسلامية ولا نتكلم عن قوم كافرين وبالتالي هنا يلجأ إلى الحكمة وكما قال الشاعر ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى فهذا الذي أفهمه من الحكمة يعني أن نضع الأشياء في نصادها الطبيعي فإذا كان عمار بن عز رضي الله عنه يستطيع أن يقضي على البدع ويقوم الوضع ويصحح المسار بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن بغير أن يخلف ذلك أحقاد فما الداعي إلى السيف ولكن إذا كان السيف هو الخيار الوحيد فلا بد منه لأن الجنة تحت ظلال السيوف وبالتالي لا يفهم فاهم أنه خيار السيف دائما هو الخيار السيء لا قد يكون هو الخيار الحسن حسب الحاجة إليه والإضطرار لا حسب الحاجة إليه وهنا تكون الحكمة الحكيم هو من يفهم ماذا يحتاجه هذا الوضع هل يحتاج إلى الندى؟ هل يحتاج إلى الكرم؟ هل يحتاج إلى تأليف القلب؟ هل يحتاج إلى العصى القليضة؟ لا ما هو تصوركم لتطبيق الشريعة الآن في المناطق المحررة؟ كيف هي الطريقة المسلم من باب تأكيد الفكرة؟ يعني على هذا الأمر الآن كما ذكرت أن التدرج نحن اتفقنا على أن التدرج موجود وذكرنا هذا في المقدمة في الشريعة الإسلامية بالنسبة لتطبيق الشريعة في المناطق المحررة كما ذكرت أيضا المجتمع الأصل فيها أنه مسلم وأركان الدين تقام وبقيت هناك أشياء هذه الأشياء لا تترج ولكن أريد أن ألبه إلى مسألة مهمة التدرج ليس في تطبيق الشريعة فالشريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى وبلغها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهي شريعة تامة كاملة لا يوجد فيها تدرج أين يكمن التدرج؟ يكمن التدرج في التطبيق يكمن التدرج في الإبلاغ يبلغ التدرج في طريقة الشرح ولعل يآتي بمثال بسيط يوضح نعم أوضح المسألة في المناطق المحررة يخرج شخصا من بيزه يلبس ثوبا طويلا يجر على الأرض وهو حليق اللحية ويشرب سجارة ويتمشى في الشارع ويرتفع الأذان وتبدأ حطة الجمعة وتصلى الجمعة وهو لا يذهب إلى المسجد هذا على قول المتطرفين يزبه طيب هذا الرجل كم مخالفة لو نعد المخالفات مثلا ما صلى أسبل الثوب شرب سجارة حليق اللحية نعم أربع نواقس طيب أنا أدعوه إلى الله سبحانه وتعالى الآن من أين أبدأ؟ هل أدعوه بالأربعة مرة واحدة؟ أبدأ بالله أم أبدأ بالأهم؟ طبعا هي في المحاصلة كلها أمور من الدين ولكن أبدأ بالأهم الذي هو الصلاة لأن تركها كفر وأدعوه إلى الله بالحكمة والموعدة لحتنا فإذا استجاب وصلى فبعد ذلك هو أخي في الله وناقشه في المسائل الأخرى مسألة المسألة التدخين أصبح الآمن المعلوم من الدين بالضرورة أنه محرم بدليل أنهم يضعون على علبة السكائر أنه يسمى أحد الأسباب الرئيسية السلطان السلطان ووووى إلى آخره فأضرره إن كانت ظنية في يوم ما فهي الآن قطعية يقينية مسألة إسبال الثوب يتكلم بها مثلا ويناقشنا ويقول ما جررت ثوبي كبرا ونقول له الثوب هذا مربوط بالكتف وليس بالإزار ممكن تقصيره إلى آخره اللحية وأهميتها ومن قال بضرورتها ومن قال بوجوبه يناقش الإنسان بهذا الموضوع الآن نحن نتدرج مع هذا الرجل الآن في أسلوبنا مع هذا الرجل هو تدرج ولكن تدرجنا هو في إبلاغنا للأكثر أهمية وتأجيل الأقل أهمية ليس أقل أهمية يعني لا أهمية له لا قياسا بمرتبته في الدين مراتب الدين في فعل تركه يعتبر كفر أو الائتيام به يعتبر كفر وفي أفعال أخرى هي تعتبر معاصي فهنا نقدم ونؤخر بحسب الأهمية بمعنى آخر أن التدرج يكون بالتطبيق التدرج يكون بالإبلاغ وليس التدرج أن الشريعة كلها يعاطي تطبيقها من أول وجديد كأنها نعيه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم العهد المكي ثم العهد المدني ثم كذا ثم كذا إذن الأحكام موجودة إنما نتدرج بتطبيقها حسب أهميتها في الواقع لا شك وإذا جاء الحاكم المسلم فأنه يساعد مثلا يعني نحن نقرأ في مثلا مسألة تحريم الخمر أن الخمر جاء تحريمها على مراحل متعددة هل نقول تدرج أننا الآن نقول تحريم الخمر لا الآن مفهوما ما هو حكم الخمر نعم ولكن هذا يعني يلزمه حد من الحدود إذا لا يوجد حاكم مسلم فقد يكون في مفسدة كبيرة في إقامة الحد أما أن يوجد الحاكم المسلم فكما جاء في الأثر إن الله سبحانه وتعالى يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن فالحاكم المسلم يبين أن هذه الحدود كيت وكيت وكيت ويمكن تطبيقها على طول يعني يعني يعطوها فرسة أو حملة أوعوية للتمييز بين ما هو من القوانين الوضعية وما هو من القوانين الشرعية ثم يبدأ بتنفيذ هذه القوانين سياسة شرعية نعم كسياسة شرعية هذه كسياسة شرعية للتوضيح المسائل للناس نعم وبما بعض الناس يعني نحن حقيقة في الأسف الشديد في مجتمعاتنا نعم المجتمع مسلم بالعموم ولكن عندما تحتك بأفراد تجد المجتمع يعني آل الأسد جهلوا المجتمع بشكل كبير تركوا الدين مجرد عادات التقاليب نعم نعم أنا أنا يعني عندي مثال ما أنساه أنا تعرفت بشخص شاب عمره ثلاثين سنة ومن مدينة من المدن ليس من الأبداوة ولا من الأرياف نعم فجاء وقت الصلاة وكان ضيفا ودعوناه لأن يصلي معنا جماعة فقام وصل على استحياء خجلا نعم أنا من طبيعتي عندي دعابة نوعا ما وكذا وكذا فمن خلال الدعابة معه أخذني على الجنب يعني وجد أنه من المناسب أن يتكلم معي وسألني أسئلة تعجب للأسئلة قال أنتم لما تقفون هكذا ماذا تقولون تتكلمون بخلال ماذا تقولون بهذه الدرجة نعم صدقني سبحان الله وسأل عن كل هيئة الصلاة يعني في الركوع ماذا نقوله في السجود فشرحت له ذلك الشاهد أن النظام هذا النظام الحاكم له دور في هذا جهلنا تجهيلا بعيدا وبالتالي نحن بحاجة إلى تدرجا في تفهم الناس تدرجا في توعيتهم ولكن ليس تدرج في إحياء الشريعة كأننا نعيدها من جديد والله مراحل في تطبيق الخمر مراحل في كذا مراحل في كذا لا هذا ليس هذا المقصود بالتطبيق أبدا إنما المقصود إعطاء فرصة توعوية شرح وبلاغ وبيان بإسلوب تناسب معنبيا الموجودة اليوم نعم استخدام أساليب الحكمة في ماذا تقدم وماذا تؤخر وكيف توعي الناس هذا هو المقصود بالتدرج والله سبحانه وتعالى أعلم وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا نشكركم شكرا جزيلا بارك الله فيكم ورزاكم الله نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته الله أكبر الله أكبر شكرا